اذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في عديث التبراني كفه عن اهل لا اله الا الله طيب يعني ابعد لحد ما تيجي عندي لا اله وما تعملش حاجة سيدنا علي كان في مرة في معركة حرب القتال مع عدو فراح الراجل سيدنا علي كماشا الله كان رأي معروف انه اسد الله الغالب حيدرته النبي طالب عليه السلام كان راجل حاجة فتوة يعني فماسك السيف بيقاتل الراجل التاني كان يهودي على ما اذكر في احدى المعارك يعني فالسيف بتاع راجل التاني دا ويعمنه فعزك الله الراجل خلاص حميت فمن غله بسق في وجه سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه رضي الله عنه كرم الله كرم الله واجه فسيدنا علي بسطوله كده وسابه فالرجل قال له استغرب قال له ايه مش هتقتلني ولا ايه قال له لا قال له ازاي قال له انا كنت هاتلك للا انت عدو بتحربني بيني وبينك حرب انما انت حليا بسقت علي ابت المسألة نفسية فانا سيبك دا موضوع شخصي قال له استغرب تعالى انت مين اوفين اكلم قال له انا ابن عمر ابن عم رسول الله وكذا وكذا قال له طب والله اشهد والله ان محمد رسول الله يا الله فالقصة عندي متعلقة شوف ما يتعلق بالمسلم ادرش اقرب منه لما جي واحد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ورح جذبه من ملابسه وقال له يا محمد اعطني فان المال ليس مالك ولا مال ابيك دا لا فلوس اكا لا فلوس ابوك ولا اهلك ما تديني وانتقص يعني كأنه تهجم على القدر النبوي فالصحابة شافوا واحد دا رسول الله بيعمل كده دا لو واحد اعمل كده مع رسجم هو ريح يتطخ بالنار قبل ما يلنس بدلته صلى الله دا سيدنا النبي راح واحد اتهجم عليه فسيدنا خالد ابن الوليد سيف الله المسؤول قال له دا ما دا يتقتل قال له يا رسول الله سيبني اخلص عليه وكان سيدنا عمر على ما اسكر من ابن الخطاب فقال له لا لعله يكون يصلي جايز يكون بيصلي ومسلم فسيدنا عمر قال له يا رسول الله وكمن مصلن شوف بقى الكلام اللي احنا كلنا بنقوله يا عم يصلي ما جايز بيصلي بس قلبه اسود يا عم يجايز بيصلي كده يا عم دا ما يعرفش حاجة عن الدين يا عم دا كافر قال له يا رسول الله وكمن مصلن في كم واحد يصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه شوف الكلام فراح سيدنا النبي صلى الله عليه برد قاطع قال له اني لم امر يعني ربنا ما امرنيش ان اشق عن صدور الناس او انقب عن قلوبهم دي مش سهولتي انا ليه الظاهر يبقى باي وجه حق اللي بيروح يأتي الناس في الكمان دوت او بيفجرهم انت بتعمل يعني فين سندك ده ما فيش دليل من قريب او من بعيد ولا شبه ده كل المذاهب الاسلامية متفقة على حرمة ذلك